لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المهم هذا ليس موضوعنا هذه مقدمة فقط موضوع الليلة كثرت هذه الايام دعوات الى الحراك الشعبي مجددا وقلت لكم ما لها وما عليها يجب ان نؤكد على امرها ان المرحلة السابقة كلها الحراك الشعبي بصفته العامة وليست بصفتها الخصوصية على بعض الطيرات نتكلم على الحراك كحراك عام وقعت فيه اخطاء جسيمة نفس الشيء السلطة ايضا ارتكبت اخطاء جسيمة وهذه الاخطاء المتبادلة من الذي استفاد منه استفادت منها عصابة بوتفليقة وليست عصابة بوتفليقة هي كانت العلبة السوداء وقبل عصابات تتوارث بعضها البعض تكمل مسيرتها جاء كانت العلبة السوداء تكمل من جنرالات التي كانوا يسمون فيها ضباط فرنسا هذم ايضا خلفوا علبة جديدة سموها علبة عائلة بوتفليقة والان رهي تتشكل علبة جديدة جديدة وهي ماشية هناك ارتكبت اخطاء انت الان انت جي تصور الوضع له بائس تقول شوف يعني الخطاب البائس اللي يحس بانه ما كانش مشروع الان في هذه الايام كي خرج توفيق وخرج عن توفيق من الحبس وكذا وكذا وش هي الحمل الحمل على الجيد صالح هالجيد صالح ديارو الجيد صالح اللي غلطتوا حتى انتم غلطتوا حتى انتم اللي اختزلتوا للمعركة في الجيد صالح في ذلك الوقت كانت غلطة وفي ذلك الوقت قلت لكم يا جماعة بما له من عيوب وما له من من ايجابيات وما عليه من سلبيات الجيد صالح راه أفضل مادام تماه معاكم راه المؤسسة العسكرية في تلك المرحلة كانت كانت فرصة ذهبية استغلوها حتى واحد قال له راه ظالم قلت لهي ظالم الجيد صالح راه ظالم هاه يضرب في ظالمين اخرين لو لهو ما طاحوا هستفيد انت من هذه المعركة استغل انت هذه الفرصة يقول لك لا راه وجاب دار تبون هو تبون وتبون اللي دار هكذا يعني انت يا الفاهم اذا كان انت الحركة الشعبية رشحت واحد اخر ووصل للحكم وخلاه الجيد صالح كم الحكم على حسب منطقك هذا رايح يجي غير المؤسسة العسكرية بكلها على ما انتضحك يعني اروا اني نفرض ارى هو اشرس معارض في السلطة الان تولاها في 12-12 ديسمبر في 19 ديسمبر ادى القسم في 23 ديسمبر 2019 مات مات الجيد صالح وجاء شنقريحة وجاب المخطط هذا انتاعه شكو لي رح يحمي الرئيس انت اصلا الرئيس كي رح يروح ثم الحرص الجمهوري تابع للجينيرالات لسيكوريتي ميليتير تابع عليه رايح تروح اذكر اذكر في هذا السياق انه واحد المستشارين تعال رئيس الراحل محمد مرسي الله يرحمه قال لي لما دخلنا وقصر الرئاسة كنا عبارة عن اسرة ما عندهم حتى سلطة الحرص الجمهوري والأمن والمخابرات كل هما داخلين بقى انه انه غطع لنا الشرع وجينا الشرع راحوا الى حقل الافاعي كي ميقول نفس الشي اذا كيف تفكك هذا الامر هذا الامر يحتاج مخطط في ذلك الوقت تقول لكم تماهوا معها خلينا نوصلوا رئيس ما هو الافضل لو انه وصلنا في ذلك الوقت رئيس من الحراك الشعبي مثل الحراك الشعبي وخلي دين فيه شنقريحة كما هكذا تستطيع تخرج الشارع لانه هذا الرئيس راه انتخابات راه كانت جماهيرية انتخابات اسطورية شارك فيها جامع وصل رئيس الى الرئاسة جاء تحرك ضده شنقريحة والجماعة هذم على الاقل هناك تكون عنده قوة الشارع تبون ما عنده حتى قوة الشارع ما عنده الشعبية في العسكر هاو ما عندوش في الامن ما عندوش الاحزاب السياسية ما عندوش راهوا قاعد ذاك وحده راهوا تحت رحمت المثلث الآن المثلث السلطة الآن شنقريحة خالد نزار توفيق هذه هي الحقيقة الآن اذا انت الآن لما تجي تقول ادعو الى الحراك الشعبي ما هي الارضية انتم اصلا مزقتم الحراك الشعبي من قبل واحد يجي يقول لي لا او قيد صالح اللي مزقه انت القيد صالح شوف فيه عدو والقيد صالح راهوا عدوك في ذلك الوقت انت تحمل فيه ضده في لفة الديقاج تنتظر الديقاج يدير اليمينوت اليد ويجي يسلم لك نفسه ها سيدي ها هو عدو العابة لك اللعبة سيدي لا نمشوها بهذا المنطق كي نمشو بهذا المنطق معناها في هذه الحالة انت متروحش تعال بلوم عدوك لا اش بد بيك الحصيرة بلوم نفسك كيفاش ما استغلتش الفرصة لما كان عندك الملايين في الشوارع لما كانت الجزائر العاصمة تهتز ما استغلت هاش من اجل انك تفرض مشروع قعدت قعدت نهار كامل الجينيرالات ديقاج الحراكة لانتخابات مع العصابات وبديت تحمل هذه الشعارات وكذا 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 ماذا درت الان رحمي يتظهروا على العشرات باريس كانت تهتز والله تهتز اذكر دائما يوم الحاحد وهو دورك نهار خرجوا يعدون على الاصابع هل تستطيع الان اخراج الجزائريين الى الشارع مرة اخرى متى تستطيع تخرج لما يكون عندك مشروع يكون عندك مشروع حقيقي واضح وبين اعطينا المشروع ضع ارضية ضع استراتيجية ضع اتفاق عفوه ضع اتفاق يلتقي المعارضون وانه خبز سياسية بمختلف توجهات ما يلتقي ليش مجموعة من هار اللول مع بعضاهم في الفايسبوك مع بعضاهم في تويتر مع بعضاهم في اليوتيوب مع بعضاهم ينشر البعضاهم ومنصبين ارواحهم هم واجهة الحراك وبعد ذلك تريدوا اودوا انكم انتم تعيدون الشارع العمل على اعادة الحراك الشعبي بدون استراتيجية وبدون ارضية وبدون مشروع معين رأيك تضرب في الريح بهلاوة حاب تخرج الناس يموتوا فقط هذا هو الهدف متاعك المؤسسة العسكرية نقول هالك المؤسسة العسكرية الان مش كما وقت القيد صالح مش كيف كيف اه ما هيش كيف كيف مش القيد صالح يقول اتعهد الا تسير قطرة دم واحدة الان تخرج خلد نزار وتوفيق رهم البر ورهم شبه مستشارين عن شنقريح ورهم يلتقي ويتفقوا ويحطوا في الخطط وكذا وكذا وكل ما يجري كل رهم المخططاتهم الان انا مش نخوف فيك انا نحفز فيك ونعطيك هذا هو الواقع هذا هو المواج انت قعد لي يا خويا في الخارج كما مثلي انا انا نحطل هنا ندير لايو هنا ايها الجزائريون اخرجوا الحل في الحراك الشعبي ما كان لأرضية اراكم اشفتوا ماني قلت لكم القايد صالح رأوا كذب عليكم لو كان القايد صالح مازال حي وصرى هذا اللي صرع نقولولو كذبت علينا رأوا ميت وخلهم في الحبس بل انه توفيق في فيفري الفين وعشرين حكمولو ب 15 سنان بعد وفاة القايد صالح بشهري تقريبا ولكن بعد انقلبت الامور هو مات نهار كامل انت جاي ذورك تندب لي وتوكل في وجهك وحب تثبت بقط مصدقيتك لانه كنت انتقد في القايد صالح قبل هذا ماهوش دليل المناظر السياسي اللي يحط نفسه في الواجهة عندما يفشل في تحقيق ايصال هذا هذا النبض الشارع وايصال هذا هذه المظاهرات الى تحقيق اهدافها فاشل يحكم فمه ويقعد في داره اما نيوش يهدر وبعد ذلك تبين انه صحيح اه انا قلت لكم اه شفتوا اللايف التاعي في سنة في ديسمبر وما ديشواش انا قلت لكم التوفيق راح يخرج كي يخرج التوفيق اخرج التوفيق قالك انا قلت لكم امس خرج وكان ما زال في الحبس اي مسرحية فقط يجي نهار ويخرج لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله